اهلا بكم متابعين في كل مكان خلال الاسابيع القليل الماضي اعلنت وزارة التربية والتعليم جدوى لامتحانات السنوية العامة 20-23 وبالتأكيد انه بمجرد الاعلان عن موعيد الامتحانات بيرفع طلاب حالة التوارئ واولية امرهم كمان وكيد كتير من الطلاب الانيم بخصوص شكل الامتحانات ونوعية الاسئلة اللي هتجي لشان كده وزارة التربية والتعليم تكون حريصة على توضيح كافة الامور والتفاصيل لطمئنة الطلاب وفي هذا الصدد اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان اسئلة امتحانات السنوية العامة 20-23 ستكون واضحة وضفيقة لا تتضمن اي الغاز او اجابات متشابهة موضحة ان صياغة الاسئلة ومضمونها سيكون لتحديد مستويات الطلاب وفرز كدراتهم التعليمية ايضا لفتت الى انه سيتم تدريب الطلاب على شكل الاسئلة وكيفية التعامل معها من خلال توفير نماذج استرشادية للاسئلة الاسبوع الجاري وعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعيد بدء امتحانات السنوية العامة 20-23 موضحة انها ستبدأ في التاسعة صباحا حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد في جدول الامتحانات بداية من 12 يونيو 20-23 بالمواد غير المضافة للمجموعة واشارت الوزارة الى ان الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية والسلساء 13 يونيو مدتي الاقتصاد والاحصاء اما الاحد 18 يونيو اللغة العربية والسلساء 20 يونيو المقبل اللغة الاجنبية الثانية والاحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الادبية كما اوضحت وزارة التربية والتعليم ان الطلاب يحصلون على اجازة عيد الاطحى المبارك من وقت 27 يونيو 20-23 حتى 1 يونيو 20-23 يحصل الطلاب على 6 ايام اجازة قبل اداء امتحان مدتي الفيزياء والتاريخ حيث يستكمل الطلاب امتحانات السنوية العامة بعد العودة من اجازة عيد الاطحى يوم الاحد 2 يونيو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الادبية وتابعت الوزارة انه يؤدي طلاب يوم الثلاثاء 4 يونيو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستتيكة لطلاب شعبة علم رياضة والخميس 6 يونيو اليوغة الادنبية الاولى والأحد 9 يونيو 20-23 الجولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علم علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علم رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الادبية اما السلساء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علم رياضة والخميس 13 يوليو مواد الاحياء لطلاب شعبة علم علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علم رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الادبية في كده نكون وصلنا لنهاية هذه التخطية واشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة والتوفيق لكل طلابنا اشكركم مرة تانية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة